الآن سوف نتعرف على طريقة وكيفية حال مشكلة الدخول على تطبيقكم السياس نقوم بالضغط على الإعدادات بعدها سوف نضغط على تطبيق ثم سوف نقوم بنزل إلى الأسفل وضغط على تطبيق السياس خاص بكم ثم نضغط على إيقاف الإجباري ونضغط على موافق ثم سوف نقوم بنزل إلى الأسفل وضغط على مكان تخزين بعدها سوف نضغط على مسح تخزين المؤقت بعدها سوف نقوم بإيقاف الواي فاي خاص بكم وبعدها سوف نذهب إلى متجر جوجل سوف نبحث على السياج خاص بكم وعندما تجدوا هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم السياج هكذا ونكون قد قمنا بحل المشكلة ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة